أجرى رئيس الكادر الطبي لمنظمة البلسم الدولية المتواجد باليمن عملية عجلة لشاب يمني يبلغ من العمر 32 عام بعد يوم مزدحم من العمليات الجراحية بين قلب مفتوح وقصاطر قلبية وكان المريض دخل للطوارق قبل عام بسبب جلطة كبيرة بالشق العصر من الجسم أدت إلى شلل نصفي كامل وتعافى مع مرور الوقت ولكن بقي عنده آثار شلل حيث كان يحتاج إلى عملية منذ عام من قبل فريق متخصص بعد أن أطرت التحاليل اللاحقة وجود خطرة كبيرة تتحرك بشكل مستمر مع كل نبضة قلب مما يهدد حياة المريض الذي يعيش الآن في حالة مستقرة وأمكنه العودة إلى حياته الطبيعية بإذن الله خلال أيام معدودة